اشتركوا في القناة الالية الملائمة فيما يخص أوضع عدد من الفئات التي تأثرت أعمالهم بسبب الظروف الراهنة ومن بينهم العاملين في رياض الأطفال ودور الحبانة ووجه سموه وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني إلى إيقاف تحصيل الإجارات من المستجرين للأملاك التابعة للبلديات لمدة ثلاثة أشهر هي أبريل ومايو ويونيو 2020 مراعاة لظروف الحالية وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن الحرة المتضررين وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه في الرفاع اليوم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث استعرض سموه معهم الجهود والاستعدادات المبدولة لضمان سير العمل وتقديم مختلف الخدمات في القطاعين التعليمي والبلدي وأشار سموه إلى أن المسيرة التعليمية في مملكة البحرين تحظى بكل الدعم لارتقاء بما تقدمه من خدمات في إعداد وتأهيل الأجيال القادمة من أبناء المملكة مؤكدا سموه حرص الحكومة على تطوير الخدمات التعليمية بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمية لخدمة جهود المملكة في مجال التنبيات البشرية ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم إلى تقديم كافة التسهيلات التي تعزز من كفاءة التواصل مع الطلاب بمختلف المراحل وتقديم الدعم الفني والتقنية اللازم لمتابعة الطلبة والطالبات لتحصيلهم العلمي بالشكل الملائم وأكد سموه أن مملكة البحرين قادرة بمشيئة الله على تجاوز مختلف التحديات والاستمرار في وطيرة البناء والتقدم للارتقاء بمكانة الوطن وترسيخ أركان نهضته التي أثبتت صلابتها بمواجهة مختلف الظروف من جانبهما أوضح وزير التربية والتعليم ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنهما أطلعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الوزارتين في دعم استمرار سير العمل في مختلف القطاعات وما تم إنجازه وفق برنامج الحكومة لقد تشرفت اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وقدمت لسموه الكريم عرضا عما تقوم به وزارة التربية والتعليم في استمرار الخدمة التعليمية للأبناء الطلبة في كافة المراحل التعليمية سواء من خلال بوابة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بوابة التعليمية أو القناة التعليمية التي تم العمل عليها بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام أو 14 محطة موجودة على اليوتيوب وغير ذلك من إنتاج المعلمين والمعلمات بهدف تعزيز المحتوى الرقمي والذي وصل إلى أرقام كبيرة ولله الحمد وأن هذه أيضا الخدمة تشمل للطلاب بكافة المراحل التعليمية بما فيهم الأبناء من ذوي الاحتجاجات الخاصة وما تقوم به الوزارة في خدمة أيضا أبناءنا في خارج مملكة البحرين وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية تشرفت اليوم باللقاء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وقدمت إلى سموه عرضا عن سير المشاريع في الوزارة في مختلف قطاعاتها واطمأنه سموه على تنفيذ هذه المشاريع حسب البرنامج الحكومة المقار من قبل السلطة التشريعية واستمعت إلى توجيهات سموه واطمأنه على سير العمل في شؤون البلديات واستمرار العمل في الخدمات البلدية ولقيت توجيهات سموه الكريمة للتسهيل على كل من يتعامل من المواطنيين والمستثمرين بالنسبة إلى الأملاك البلدية وإضافة إلى ما تقدمت به الوزارة من إعفاء الرسوم البلدية للملاك والمستثمرين بالنسبة إلى الرسوم البلدية فقد وجه صاحب السموه في أن تشمل هذه الإعفاءات إجارات البلدية لنفس هذه المدة وهي أشهر شهر أبريل ومايو وإيونيا ترجمة نانسي قنقر